لكنك تقول بأنه اقتصادياً على المستوى الاقتصادي روسيا لم تتأثر إطلاقاً بالعقوبات والحرب بالعكس تحساً واضحاً كلا أنا استطيع أن أقول ذلك لأنها ليست الصورة واحدة ومواحدة الاقتصاد الروسي بأكمله أولاً نتذكر بأن هيكلية الاقتصاد الروسي لا تختلف كثيراً عن الأيام الاتحاد السوفيتي السابقة ما أقصده بأن قطاعات الدولة أو الدولة بنفسها تهيمن على الاقتصاد أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تحت سيطرة الدولة بشكل أو بآخر وحكذا فإن الدولة تمكنت من المحافظة على النمو العامي خلال ضخ الأموال إلى قطاعات الدولة ولكن إذا نظرنا حارج هذه الصورة مثلاً صناعة السيارات وقطاع الاستهلاكي أو التكنولوجيا والقطاعات الجديدة فمسألة الضعف كانت شديدة مثلاً صناعة سيارات انخفضت بنسبة 40% في العام الماضي وحتى مبيعات الاستهلاكي والمفرق انخفضت بعشر بالمئة فهي ليست صورة موحدة للاقتصاد بأكمله بل أن هيكلية الاقتصاد الروسي خلال الأزمات تتمكن فيها الحكومة بكل سهولة من تحقيق الاستقرار على أرقام رئيسية ولكن هناك تنوعات كثيرة غير ذلك عبر القطاعات المختلفة كما ذكرنا من الاقتصاد وهذا ما شهدناه في العام الماضي وكذلك ما شهناه قبل عامين خلال جائحة كوفيد-19 بعض القطاعات كان دعوها أسوأ بكثير ولكن القامة العامة كانت أفضل بكثير بسبب دعم الحكومة لكن كما تعرف الكريملين توقف أصلاً عن نشر البيانات الاقتصادية بعد وقت خصير من بدء التوغل العسكري في أوكرانيا على ماذا بنيت هذه الخلاصات؟ نعم توقف عن إصدار البيانات فيما يخص المعلومات الحساسة فمثلاً نحص على كثير المعلومات فيما يخص إنفاقات الموازنات أو الحوالات المالية وسقاط المالية أو أين الأموال مثلاً لأنهم لا يريدون لهذه المساء لأن تكون معارضة لعقوبة جديدة قضينا وقتاً طويلاً لمراجعة كل معلومة التي تمكننا مراجعتها فمثلاً من جهة بيانات التجارة ليس من السيء مراجعة هذه البيانات لأن بيانات التجارة نحصل عليها من الدول العميلة مثلاً الهند والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرها فيكون لدينا طباعة جيدة عن الأرقام الروسية أنها صحيحة أو لا وبالفعل كانت صحيحة لنستطيع أن نراجع حسابات أو الأرقام من دول أخرى